في الخرطوم أعلنا اليوم عن تأسيس وتنشين الحراك القومي السوداني الذي يضم تحت جناحه عددا من الحركات قرى نائب رئيس الحراك محجوب الأحمد إن الحراك يسعى إلى دولة سودانية مدنية حديثة بمشاركة كل الأطياف كما أن من بين أهداف الحركة بناء دولة حديثة على أساس المواطنة والعدالة وبمشاركة فاعلة من كل مكوناته وإشار خالد آدم ممثل الحركات المسلحة إلى أن الحراك يضم 46 حركة مسلحة مشيرا إلى نبذ القبلية وأنهم أتوا إلى الحراك بقلوب راضية فيما دعا عبدين عيد أحد قيادات الحراك كل القوى السياسية للتوحد لمصلحة البلاد